قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم في موضوع آخر ارتفاع الأسعار تساهم هذه الأخيرة في تأجيل التحضيرات المسبقة لشهر رمضان وهو ما يترجم استغناء المواطنين عن سياسة التهافت مع مجيء كل مناسبة جمال بدين بوشا وأسامة حجو يكسر الحديث مع اقتراب شهر رمضان الكريم عن المواد الغدائية سيما الأساسية منها كالزيت والسكر بين متخوف من غلاء الأسعار ومشكك في عدم توفير هذه المواد يؤكد تجار الجملة بسوق الصمار الأمور عادية يأخذنا التجربة على السنة الماضية الحمد لله رب العالمين بالنسبة للمواد الغدائية الأساسية زيت سكر فارينة هذه الأمور لم يكن فيها انقطع لم يكن فيها حتى ذبذبة كل حاجة في الوقت لازم وفي الآخر الزيت المادة التي أحبت تلقها مكاش مادة راهي الأخر والمواد هذه راهي مسعارة وتمشي بشكل عادي لكن المفارقة هذه السنة هو عزوف المواطنين عن اقتناء المواد الغدائية تحضيرا للشهر الكريم والأسعار تتصدر الأسباب عكس ما جرت العادة وما نلاحظه من تهافت المواطن الجزائري على المواد الاستهلاكية وتحضيرات التجار في كل مناسبة تمثل الأسعار عاملا أساسيا في قلب المعادلة لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحاتنا بسكتا ترجمة نانسي قنقر